بسم الله الرحمن الرحيم نكمل إن شاء الله الموضوع بتاعنا اللي هو Introduction to Economy هنكلم النهاردة عن موضوع هام هو Principles of Economics هنقسم هذا الموضوع إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول How people make decisions أنت كإنسان إزاي بتأخذ القرارات بتاعتك فهنقول القرارات بتاعتنا بتشمل دائماً وأبداً إيش نمرة واحد trade-off معنى إن عندك اختيارات يتختار X يتختار Y يتختار Z يبقى فمعنى كده إن في عندك trade-off لو هتاخد X هتستغنى عن Y وZ and so on في بعض الأحيان لو هتزود حاجة لازم تنقص حاجة يبقى ده المقصود بفاست trade-offs اختيارات The cost of something is estimated هتضطر أنت تدرس مجموعة من التكلفة هتخش مشروع تبدأ تدرس تكلفة العمالة تكلفة المكينات and so on بعدين Rational people think that's margin Margin بمعنى الحد بمعنى إن أنا عندي مثلا فيه رأس مال معين رأس المال ده لو زاد مجموعة من الـ هذه الزيادات ماذا تضيف إلي يعني هزود مثلا 100 ألف ريال 200 ألف ريال 300 ألف الوحدة من الزيادة دي هتضيف لي مكسب a day and so on يوهد مقصود بال Margin People respond to incentives التكسيف الممكن يكون في عندي incentives to labor أو incentives to capitals يعني أنا بميل للمشروع بتاعي يكون فيه كسافة عملية say أو كسافة رأس مالية بعد كده هوت How people interact How people interact Trade can make everyone pitter off عندنا عملية التجارة أو investments تبدأ بتحسن الأوضاع اللي عندي market are usually a good way to organize عملية التنظيم markets to organize economic activities يعني دايما النشاط الاقتصادي مرتبط بالسوء ونوع السوء اللي عندي هل هو perfect competition هل هو منفسة كاملة هل هو oligopoly أنتقن هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل government can sometimes improve market outcomes في بعض الأحيان تتدخر الحكومة لتحسين بعض الأوضاع في الأسواق زي التحكم في الأسعار ومنع الاحتكارات and so on الموضوع الثالث How the economy and the whole work الاقتصاد عامة A country's standards of living depends on its ability to produce goods and services النهاردة مقدرة المجتمع اللي عندي لتوليد goods والservice والخدمات هو ده مهم أوي prices rise when the government prints too much money ببعض الأحيان الحكومة تلقى إلى طباعة نقود هذه الطباعة اللي مش متغطية بgoods and service بتعمل inflation يبا لازم نخبرنا من هذا الوضع Society faces a short run trade-off between inflation and employment زي ما ذكرنا الانفليشن اللي هو التضخم والأنامبلويمنت اللي هو عدم التوظف أو البطالة اللي عندي شكرا السلام عليكم اشتركوا في القناة